قضية قتل بساتين العماتنا النخل وقلنا انه هذا البستان مهم جدا انا قلت لما شفتهم طوقوا بسياج قلت راح النخل هذا وين صاير؟ هذا صاير بالعطيفية وانا اوجه كلامي للسيد رئيس الوزراء كون تخصصك زراعة وتعرف شون يعني لما تقتل نخلة فكيف اذا بالالاف وبالملايين النخل ديموت تحت ذرائع عديدة من ضمنها انه يريدوني يبنون هذا صاير بالضبط ما بين مقهل بيروتي وما بين الطريق اللي يودي على راقل شط من انت تريد تروح الى الجسر الحديد وبالضبط في مقابل قيادة شرطة بغداد هسا تفضل هذا هو تصوير اللي اللي صورناه لكن حجم الجريمة تحسون بيها هذه النخلات اللي تلقوها ممطولة والمشكلة البلدية سيجته يعني لا عين اللي تشوف لا قلب اللي يحترك هذا منه المتهم بي يفتح تحقيق سيد رئيس الوزراء تحياتي لعملك يعني خلال يوم واحد او يوم ونص واكو نشاط يريع القلب صراحة ويمشوا ويعملنا اللي دا نتحدث به بالبرنامج يعني انا لما اتحدث وشوف الحكومة ناطيتني اذن الطرشة ادعي لها بالطرش اكثر لكن هاي الحكومة على ما يبدو شاد حزاميا وهذا احنا نستفيد بالبرنامج احنا فيه برنامج دفتر ملاحظات نستفيد اتفضل باوع اسألك بالله وحضرتك مهندز زراعي تقبله تقبل على هذا النخل تفضلوا ما يوجعكم قلبكم هاي النخلة تنتظر لحظة الاعدام ايضا وتاليها تصير اعجاز نخل خاوية طيب ترجمة نانسي قنقر